ايوه وقالوا بعد اشهر قليلة من كان ايفانس المسؤول الذي قاد الاتصالات يومان هنا بيكشفوا عن المسؤول الذي قاد الاتصالات مع الاخوان تريفور ايفانس بيقولوا انه ده المسؤول الذي قاد الاتصالات البريطانية مع الاخوان وكتب توصية وقال انه هدفنا الرئيسي يجب ان يكون اختفاء عبد الناصر يبقى الهدف الرئيسي كان اختفاء عبد الناصر وقال انه جماعة الاخوان ظلت نشيطة لمواجهة عبد الناصر داخل مصر وخارج مصر اللي بيحصل نهاردة هو بالزبط اواجه الرئيس عفتاح السيسي جوه مصر وبر مصر التاريخ يتحدث عملاء قالوا انه هم شنوا حملة دعائية ضخمة ضد اه الرئيس عبد الناصر وانه اه كان هدف هذه الحملة ان تسيطر الجماعة على الحكم واشرت المذكرات الى ان بريطانيا ستواصل خلوا بالكم اللي جاي بريطانيا ستواصل استخدام هذه الجماعة في المستقبل بل فعلت ذلك بل انها فعلت ذلك تاني اشارة المذكرات الى ان بريطانيا ستواصل استخدام الجماعة اللي قالوا عليها هذي القوات ما بين قسين قوات اللي هو ارهاب يعني استخدام ارهاب الجماعة يعني في المستقبل بل انها ستفعل ذلك وفعلت كشفوا لنا حجم ليه عشان تعرف قد ايه مش من النهاردة وسائق بريطانيا بتفضح حج العلاقة ما بين مخابرات البريطانيا وجماعة الاخوال الارهابية عشان طول الوقت هم ليزعلنينوا بيعيطوا بيصوتوا عشان كده ان هم بيستخدموهم طول الوقت عشان تظل الجماعة في الحكم من ايه من ريس عبناصل النهاردة بريطانيا بتشغل الموضوع ده على فكرة وقلناها وبنقولها ومش بنقولها وحنا خايفين لا بنقولها بشكل واضح الخطة كلها المخابرات البريطانية من بدري شغال عليها ينفس حد اخر ولكن هو شغال استخدام جماعة الاخوال استخدم جماعة الاخوال تلقينا يعني معلومة مهمة كنت بقولكم من شوية على اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة